دعا رؤساء وقياديون في أحزاب مصرية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف صارم تجاه النظام القطري خاصة في ظل إصرار نظامها على دعم الإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وحرصه على الإساءة للعلاقة بدول الخليج ومصر ونقلت وكالة أمباء الشرق الأوسط عن مجموعة من رؤساء الأحزاب والنخب السياسية وأعضاء مجلس النواب المصري تأكيدهم أن قطر المحرك رئيسي للإرهاب مشيرين إلى وجود وثائق وأدلة تثبت قيام نظام الدوحة بتمويل الحركات الإرهابية في مصر وليبيا وتآمره على السعودية والإمارات والبحرين دعينا المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فاعلة وسريعة لإنهاء الدعم القطري للإرهاب الذي ينتشر يوما بعد الآخر في مختلف دول العالم خاصة أوروبا ويسقط بسببه عشرات الضحايا يوميا مضيفين أن المجتمع الدولي لا ينبغي أن يقف موقف المشاهد في ظل ظاهرة الإرهاب عابر الأوطان والحدود التي تدعمه قطر في المنطقة وأكدت النخب السياسية المصرية أن النظام القطري انفصل عن شعبه ومصالحه ويصر على العناد والتدخل في شؤون الدول العربية ويدعم الإرهاب مشيرين إلى أن استمرار النظام القطري بهذه الطريقة سيقود حتما إلى عزلة دولية لأن المجتمع الدولي لن يصمد طويلا على المؤامرات القطرية والأموال الطائلة التي تنفق لدعم وتدريب الإرهابيين ترجمة نانسي قنقر